يقبل الجزائريون على أفران الحطب التقليدية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان لإعداد حلويات عيد الفطرة والتي يرى كثيرون أن طهيها في مواقد الحطب يعطي لمذاقها نكهة خاصة بعد العشرين يوم الأخيرة هذا يبدو في الخمس لأيام الأخيرة هذا الناس طيب الحلويات تبريباري العيد والدير وهذه هي يعني وبالي يبلي الفورن التقليدي هو أحسن وأنجع طريقة ليجيب حلويات تكون في كي نقول وإحنا تعطي الضوء التاحل الحقيقي والأصيل وهذا هو تسمى كين فور قديم فور تعب لاترن تعومور يطيم بليح ويخرج مليح وكلش على ملمحل حتى ملمحل راوي يتعب راوي يدخل ومبعد يصفر شوية وإحنا نحتاجه يكون صفار صفر ما يكونش محروق كذا الأفران هذه الخدمة انتحة مليحة نقص خدمة على المرة في الدار نقص سخانة نقص أمور كثيرة وحاجة ثانية أن الخدمة انتحة مليحة يتيب مليحة عائلات تقصد هذا الفرن التقليدي لعم قادة بمدينة خنشلة من أجل طهي الحلويات التقليدية على رأسها المقروض والبقلوة في كل مناسبة والله كل العيد هذه هيك تشوف كما راكتشوه تشوف الحلويات من كل النوع كان القطايف كان البقلوة كان المقروض كان الأفران التقليدية متخلاش عليها من المواطن هذا الفرن التقليدي تشوف حجرة الإقبال الكبير هذا الفرن التقليدي هذا يعتبر عادة لأنه الطهي ينتاعه بطريقة تقليدية بطريقة تقليدية كما نقوله نحن السخانة تاع الحجرة هو اللي يجعل الناس تقصده على خطر تلقاته راح تكون البنة نتاعه خير والطريقة تعطي بتاعه خير أجواء تعطي نكهة خاصة لعيد الفطر بمدينة خنشلة ورغم توفر الأفران المتطورة إلا أنه ما زال هؤلاء يفضلون الكوشة القديمة لطهي حلويتهم